حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن علي بن ثابت الأنصاري عن سليمان بن صرد صمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وهما يتقاولان وأحدهما قد غضب واشتد غضبه وهو يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قال ها ذهب عنه الشيطان قال فأتاه رجل فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل ترى بأسا قال ما زاده على ذلك حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت سليمان بن صرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ميسرة أبو ليلة عن أبي عكاشة الهمداني قال قال رفاعة البجلي دخلت على المختاري بن أبي عبيد قصره فسمعته يقول ما قام جبريل إلا من عندي قبل قال فهممت أن أضرب عنقه فذكرت حديثا حدثناه سليمان بن صرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله قال وكان قد أمنني على دمه فكرهت دمه